اشتركوا في القناة المعجونة تأسيس الجدران المعجونة اللي حضراتكوا عارفينها المعجونة الجازة حوالي نصف كيلو ومعجونة جازة وكمان اربع مركزات تلوين اللي هي صبغات الالوان اللي احنا عارفينها كلها المائية الاسود والبني والاصفر الكناري وكمان الاصفر الجمالي يبقى معنا اربع اطباق في الورقية ممكن تستبدلها باربع فوارغ علب لو ما معكش الفوارغ العلب انا بقولك انا بستخدم الاطباق الفل اللي هي اطباق الطعام دي واقدر ادرب فيها الالوان بتاعتي وطبعا نصف كيلو معجونة تأسيس الجدران والصلر صلر الاخشاب وورنيش دي وقو لو احتاجتت الشغل تدي وش وورنيش في الاخر مفيش مشكلة خالص طبعا السكينة والكف بتاع المعجونة ادربكم كل الحاجات دي انتم عارفينها لكن انا بتكلم على الادوات بتاعتنا دي معلقة مفرغة بشيل بيها المعجون بالشكل ده بحط في كل طبق من الاطباق الفل الورقية كمية بسيطة بقدر اشتغل بيها المساحة اللي انا عايزها حسب المساحة اللي انت هتشغل بيها ان شاء الله فطبعا انا عندي هنا المساحة اللي انا هتشغل بيها مساحة صغيرة اللي هتشغل بيها درس اليوم ولكن انا عامل كميات كبيرة شوية علشان هتشغل بيها في مكان تاني يعني في كل طبق بحط كمية من المركز على المعجونة معجونة تأسيس الجدران زي ما حضراتكم شايفين وانا شغال معاكم اهو واجيب الشوقة الحديدية ديا اللي هي الاستانلس الاستانلس واقلب بيها كده بالشكل ده بقلب المعجون تقليب كويس جدا وهنا انا بدأت اصرع الفيديو علشان اختصر في الوقت بدأت باللون الاصفر الكناري الخفيف وبدأت بعد كده روحت على الاصفر الجملي فاللون مش هيقصر لون الجاي معايا على الشوقة من الاصفر الكناري لما روح بيها الاصفر الجملي مش هيقصر في الاصفر الجملي اول وكذلك بعض الأصفر الجملي روحت على البني بالشكل ده وبدأت أقلب برضو مش محتاج أن أنا أخسل السكينة أو الشوكة اللي أنا بقلب بيها وفي الآخر خالص هاروح للون الأسود وأقلبه بالشكل ده الكميات بتاعتكميات تكفي معايا أكتر من مساحة أو أكتر من درس ولكن أنا مزود المساحات الكميات شوية لأن أنا هستخدم ده وهحتاج ده بالفعل في شغل تاني لكن بسم الله توكلنا على الله يلا نبدأ مع بعض يا شباب نشغل الرخام بالمعجون تأسيس الجدران ونشغل بعد كده شغل السريدي اللي هنشوفه في آخر الفيديو بإذن الله على الكف اللي هو 25 سنطي بدأت زي ما حضراتكم شايفين كده أحط الألوان بتحتي بالشكل ده أوري الحضراتكم أهو الألوان الأبيض معجونة أبيض خام معجونة أسيس الجدران الأبيض الخام وجنبيه الأصفر الكنار والأصفر الجملي والبني طيب وبعد كده يا فنان هبدأ بقى على آآ 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 بشكل الاتجاهات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بحيث أن أنا أدي شغل غير منتظم أدي شغل غير منتظم وأخفف اللون بالأبيض في أماكن وأتقل بالبني أو الأصفر الجملي في أماكن يعني عندي دركتين أخفف بيهم ودركتين أزود بيهم اللون أو أتقل بهم اللون الأبيض والأصفر الكناري بخفف بيهم الألوان في الأماكن اللي أنا عايزة والأصفر الجملي والبني بتقل بيهم الألوان في الأماكن اللي أنا عايزة وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده وأبدأ أخف المعجون خالص أشيل كل الزيادات اللي موجودة على الحيطة بسكنة المعجون زي ما حضركم شايفين كده أبدأ أشيل الزيادة اللي موجودة خالص خالص ما سيبش أي معجون على الحيطة خالص ماشي يا شباب آه زي ما حضركم شايفين كده اضغط على ايدة حامل على ايدة شوية واشيل كل المعجون وطبعا طعمت في المنطقة دي بحبة اسود مع الابيض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبعد كده هبدأ ادخل على مرحلة الصنفرة فانا جبت هنا صنفرة اللي هي التلتمية وعشرين وهي ابدأ اصنفر بها صنفرة قوية جدا زي ما حضراتكم شايفين اهو نبدأ نصرع الفيديو شوية علشان نختصر في المرحلة دي شباب قبل اي شيء واحنا شغالين ان شاء الله بقول لحضراتكم ما تنساش لايك اسفل الفيديو وكمان اشتراك في القناة لو حضرتك ما اشتركتش في القناة يسعيدني طبعا اشتراك حضرتك في القناة ولو قدرت تشير الفيديو عشان غيرك يستفيد يبقى خير وبركة ان شاء الله الله ما صلع سيننا النبي طبعا يا شباب صنفرة قوية جدا بحس انك بتلاقي الارضية معاك نعمة جدا زي الحرير وهنبدأ بعد كده نجيب حتة قماشة كده من عندك اي قماشة وتبدأ تنفض الجنب نفضة حالوة وتمسح الطرابة اللي عليك كلها ماشي يا شباب يبقى بعد ما رميت المعجون بالشكل العشوائي ده وشلت كل المعجون اللي موجود على الحيطة بسكنة المعجون ببدأ اصنفر بصنفرة 320 وبحمل على ايدي شوية في الصنفرة بحيث ان اوصل لسطح نعم جدا وبحيثة القماشة ببدأ امسح الطرابة اللي موجودة على اللي هي نتجة عن الصنفرة طيب اجيب بقى السلر وحضراتكم طبعا عارفيني استخدامات السلر سلر الاخشاب بجيب السلر وبفقه بايه بفقه بالطنر تمام فانا هنا قد السلر اهو بفرقه عليه وانا بفتح الكيلو قدام حضراتكم ده كمية كيلو سلر اخشاب بيكون بالشكل ده القوام بتاعه بيكون تيل اوي فانا بفقه بالطنر طب انا عايز كمية قد ايه سلر وحط عليها طنر قد ايه طبعا احط كمية بسيطة على قد المساحة اللي انا هشتغل عليها اه وقد المساحة وقد الكمية دي تلت امثال يعني تلت امثالة يعني انا بضيف للسلر طنر بنسبة تلتة الى واحد يعني ازود الطنر تلت اضعاف كمية السلر واقلب بالشوكة الحديدية اللي هي معايا ديان اللي السنسل ديان او الاستانلس اقلب بقى تقليبة كويسة اول السلر وابدأ على بركة الله ادي اول وش اللي هو ايه سلر طيب وانا بسحب السلر كده شباب نعيد مع بعض الكلام اللي احنا قلناه نختصره تاني ونشرحه من جديد اه بنجهز اطباك هدرب فيها درجات الالوان دربت درجة الاصفر الجملي والاصفر الكناري والاسود والبني تمام معا الكلام ده على ايه على معجونة تأسيس الجدران اللي احنا كلنا عارفنا وبالشكل الجميل ده بدأت ارمي البعجونة وبالالوان بتاعتها واسحبها بالسكنة المعجون وصنفرت صنفرة كويسة ومساحت الحيطة وعطيت وش طنر وبدلوقت هنشتغل بقى شوية شغل 3D للرخام بتاعنا البلاطات الرخام عايز اعمل بلاطات رخام متدخلة وفتدي ضل و3D وده يعتبر مرحلة في الشغل الجديدة الوحدة وتعتبر درس الوحدة يعني فانا جبت حبت دوك بني او عسلي وعطيته شعرة اسود علشان اجيب الضل درجة الضل فيه كام حق نقطة هنا عايز ااكد عليهم الورقة اللي معايا دي بالمقاس ده ورقة مستطيلة مش مربعة فببدأ استخدمها بالشكل لحضراتكم شايفين الشغل انا شغال ازاي بحط حبة لون اجيب الضل بتاع الارضية بتاعتي من الاسود مع شعرة او اللون العسلي او البني مع شعرة اسود شعرة خفيفة اون وابدأ بالشكل اللي حالاكم شايفينه ده ادوس كده بالضل في زويتين اللي هي اللي تحت و اللي على الشمال طب اللي على اليمين الحرف اللي على اليمين اجيبه ازاي ارش على الورقة نفسها رش خفيف يعني انا لما اجي اشغل على اليمين في الضلع اللي هو على اليمين ده هشغل ارش رش خفيف لكن بتاقل الضل بتاعي على الشمال والضلع اللي تحت يبقى انا عندي زاوية قايمة ايه انا بحدد برش الضل بتاعها واللي على اليمين بيكون ضلها خفيف قوي يا دوبك تظهر كده الحرف بس اوه عندك ايه البلطة دي تحت خالص واللي فوقها من على اليمين ظهر لنا الفوق وابدأ اتقل الضل تحتها كده صرع الفيديو كده في بعض البلطات وهنيجي في اماكن معينة ونبطق الفيديو علشان نشرح بالتفصيل ونوضح الفكرة بتيجي ازاي اهو يا شباب بنرمي بلطات تحت خالص ايه ومسدس الرش بتكون طبعا انت فاكك تدوك بتاعك بتخليه خفيف شوية وبالطنر وزاي ما حضركم شايفين الورقة بتحاول تجيب ازاي ازاي بقى يا فنان تظهر بلطة وراء وبلطة فوق يعني انا رسمت البلطة دلوقتي انا برسم البلطة اللي هي تحت يا شباب يعني البلطة اللي انا شغال فيها دلوقتي هي البلطة اللي تحت معين انا حطت الورقة فوق ليه بقى باجل حد الضلع اللي هو داخل على البلطة اللي مرسومة الورقة شوف التقطع بتاعها مع البلطة اللي مرسومة وبحاول اخلي التغبير خفيفة اوه متعديش على البلطة اللي انا رسمتها اوه بص نرفع كده اظهر لنا ايه البلطة اللي تحت بالشكل ده وتقل بقى هنا في وظهر الضل بتاعي قوي والدنيا كده بتلاقيها مشي معاك زي الفل والبلطات بدأت تظهر شغل السري دي فيها و الدكور بتاعك بيكون شكله جميل جدا وان شاء الله جرب بس وقل لي لو فيه مشكلة وقفة قصادك في طريقة الترخيم او في انك ترسم البلطات بالشكل البارس ده اللي هو السري دي اه اله هنا بيميزك قوي انك انت احساسك ب مسدس الراش انت عايز دلوقتي تخلي بلطة فوق وبلطة تحت شوف الورقة تحس من هي اللي فوق لكن انا مش هكمل الاضلاع بتاحت انا بعمل اضلاع نقص الاضلاع النقص دي بتجيب البلطة تحت بالشكل ده كل مرة بعمل بلطة تحت التانية تعالوا كده شباب نشوف المساحة اللي لسه فضلة ما ترسمت دي المساحة المتبقية دي لما اجي ارسم فيها بلطة هرسمها ازاي طبعا انا انا بأكد على الضل وبزود اه انا حطط الورقة على البلطة كله لكن ايه اللي هيترش في الورقة اللي هيترش في الورقة الضلع اللي تحت ده اللي هو اهو زي ما حضر ركو شايفين والجزء الصغير اللي باقي من الضلع اللي على الشمال لما اشيلي الورقة كده هتتفرج على البلطة الجديدة اللي هي ترسمت تحت اهي بالشكل ده بسيطة جدا وعند التقاء الضلين ببدأ الضلعين ببدأ ازود الضلة علشان اخلي ابعد البلطة اللي تحت تبعد قوي يعني بالشكل ده شباب زي ما تشايفين اهو شوف شغل السري دي بين ازاي شوف المسافة بين البلطة دي واللي تحتها زي ما بشاول حضراتكم اهو ان شاء الله رب العالمين فيديوهات تانية كتير حلوة تعجبكم بإذن الله ادعموا القناة ولايك اسفل الفيديو واشتراك في القناة لو حضرتك مشتركتش وشوف الفيديوهات اللي فاتت كلها وانا بحييكم وبشكركم على دعمكم ليا في المرحلة اللي فاتت وبإذن الله اوعيدكم بفيديوهات جميلة كتير وادئ البلطة هي وشغل الترخيم ظهر عليها وشغل السري دي حواليها اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم ولو انت اول مرة فعلا تشوف الفيديوهات بتاعتنا يسعدنا طبعا وجودك في القناة واشتراكك وتفعيلك لزر الجرس شكرا لحضراتكم واشوفكم على خير بإذن الله في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم محمد عبد اشتركوا في القناة